يعني نتابع الآن اللقطات وصلت إلى القاهرة الإخبارية لقصف الاحتلال بالقنابل الفسفورية حي الشيخ رضوان في مدينة غزة هذه القنابل الفسفورية يا مونة محرمة دولياً نعم، كنا نتحدث عنه منذ قليل ودعيني أقول لك أن القصف بالقنابل الفسفورية لا يجد صوتاً واحداً في الولايات المتحدة الأمريكية صوتاً واحداً يقول هذه ذخائر محرمة ولا ينبغي استخدامها والسبب في تصوري أن الولايات المتحدة الأمريكية تزود حليفتها أوكرانيا بذخائر انشطارية أيضاً محرمة دولياً فأنت تعرفين المحرم يوافق على المحرم إلى آخره على أي حال سيد عادل محمود من الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان شكراً لجزينة لوجودك معنا في القاهرة الإخبارية وما زالت مشاهدين الكرام هذه التغطية الحية والمباشرة مستمرة عبر القاهرة الإخبارية شكراً للمشاهدة